وضمن خطواته لتطبيع الحياة واستيناف العمل الإداري بالمحافظة قام محافظ شبوى عوض بن الوزير بزيارة تفقدية لعدد من المشاهات الحيوية وعقده لمجموعة من اللقاءات مع الشركات العاملة في المحافظة وقيادات العسكرية والمدنية حيث زار المحافظ بن الوزير حيات مستشفى شبوى العام للإطلاع على مستوى الأضرار الفنية والخسائر الطبية في غرفة العمليات المركزية والرقود والعناية الصحية المتقدمة واطاف المحافظ بالعيادات الخارجية والمختبرات الطبية وغرف العمليات المتقدمة وغرف الرقود المركزية متعرفا على الأضرار الناجمة عن أحداث التمرد والانقلاب العسكري التي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية كما التقى محافظ شبوى ممثلية الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لإطلاعهم وطمأنتهم حول تأمين المشاءات والأوضاع العسكرية والأملية في شبوى مؤكدا بأنه أولى اهتماما كبيرا بتوفير الحماية الكاملة وتأمين المناطق والمنشآت الغازية في المحافظة واطلع ابن الوزير على متطلبات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال موجها بتدليل كافة صعوبات وتشديد الحماية على المواقع الاستراتيجية مفيدا بأن قرار استئناف عمل مشاة بالحاف الغازية يعود لقرار الشركاء الدوليين في الشركة ومجلس القيادة الرئاسية